كنت النهاردة كم تقرير كده بشوفهم تقرير على التلفزيون السوري وتقرير على التلفزيون الفرنسي الناطق بالعربية التلفزيون الفرنسي كان عامل تقرير من سنة فبراير 23 بيتكلم فيه على الاوكرانيين اللي موجودين في فرنسا في فرنسا حكوا عارفين طبعا من فبراير 22 والحربة الروسية الاوكرانية وفيه ملايين من الاوكرانيين راحوا دول التحادل الوربي بس معظمهم قاعدوا في بولندا واقول لكم فاتورة التحادل الوربي كانت كام فالفرنسا الداخلية الفرنسية عملت في فبراير الماضي يعني تقرير كده عملوا حزبة بسيطة قوي قالوا احنا لو عندنا حزبة بتاعتهم بتاعت فرنسا الناس اللي استقبلناهم وضيافة وفتحنا لهم بلدنا ومرافقنا وعلاجهم ومدارس وجامعات وكل شيء يعني عملوا حزبة كده زين بيقول الكتاب الداخلية الفرنسية فبراير الماضي السنة اللي فاتت من سنة فقالك لو عندنا مية الف اوكراني كام مية الف اوكراني الداخلية الفرنسية الحزبة بتاعتها قالت تتكلف كامل مية الف اتكلم حضرتك بتكلمك على فرنسا لما عملوا حزبة على اصطدافة مية الف واحد بس من اوكرانيا قالك فاتورة المية الف دول على الضغط على الوضع داخل فرنسا خمسمية مليون يورو بتكلمك على فرنسا بلد غنية وبلد من دول السابع والدول العشرين واللي كل حاجة يعني قدامك اهو كلفة استقبال اللاجئين الاوكرانيين في فرنسا بلغت نصف مليار يورو هنا ايه حضرتك هنا ايه حضرتك اتكلم على مية الف بس التقرير وتفاصيله مية الف المية الف دول بيكلفه الموازنة الفرنسية خمسمية مليون يورو بحزبة فرنسا مش مصر خالص المليون يتكلفه خمسة مليار يورو حزبة فرنسا طيب العشرة مليون يتكلفه خمسين مليار يورو التسعة مليون يتكلفه خمسة واربعين مليار يورو حزبة فرنسا مش حزبة حد تاني بكلمك على دولة غنية وكانوا عاملين التقرير دولة اللي قالوا الموضوع فيه ضغط علينا وده بيأثر علينا طيب عظيم جدا كلام عظيم انا بديك حزبة بسيطة او بتاعة فرنسا قدامك نموذج احنا في مصر بلد فتحت وبتفتح ابوابها للجميع ومصر بلد كبيرة اوي والبلد الكبيرة يعني النهاردة النهاردة اليوم الدكتور مصطفة مدبولي النهاردة عامل من الاجتماعات الكتير اللي بيعملها والمهمة جدا دول اوروبا طلبة استقدام عمالة مصرية استقبال ناس يشتغلوا في اوروبا طيب المواطن المصر اللي رايح اوروبا ده ايه مواصفاته مدرب يلتزم القانون عنده عقد عمل معروف عنه كل معلومة وعنده اجراءات كاملة وتأمين وصح وكل اجراءات هو رايح بشكل رسمي الدول بتعمل كده واحنا في مصر بنحاول نعمل كده او هنعمل كده يعني هنعمل كده مش بنحاول لا هنعمل كده انه اي حد على ارض مصر بالمناسبة مش السيداف الجنسية لا 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 بنتكلم على الاطلاق اي حد على ارض مصر زي ما اي حد على ارض فرنسا او ايطاليا او المانيا او بريطانيا او اي حد يكون عنده وضع قانوني اطار قانوني ابقى عارف داو 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 دا بيبقىش الموضوع انه ايه كده لا فيش كده خالص في اي بلد بالمناسبة خالص والدول لانه كل حد في بلد بيحترم قانونها انا اخدت تأشيره رحت بريطانيا يطبق علي لو ارتكبت لا قدرانا اي فعل في بريطانيا بلتزم بقانونها خلاص رحت المملكة العربية السعودية بلتزم بقانونها خدت تأشيره رحت هناك الامارات نفس الحكاية موسكو روسيا نفس الصين امريكا اي دولة بتاخد تأشيرتها وتدخل بتلتزم وتحترم قانونها يعني القانون دا يطبق على المواطن والضيف والسائح واللي جاي الساسم هو قانون قانون كده مصطرة القانون ما فوش فوقه في تحت هو اسمه قانون قانون يبقى الجميع يلتزم ويحترم هذا القانون موسيقى